اشتركوا في القناة التي تربط بين البلدين الشقيقين اضافة الى مستجدات الاحداث في المنطقة واخر التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمبو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء وفقد جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة